جلست ذات يوم على البحر في لحظة غروب أفكر بيني وبين نفسي فجاءني تخيل غريب وقتها قلت في الآخرة والناس مصطفى للحساب أنت بينهم حالك كحالنا جميعا وقتها بين خوف وقلق وطمع في رحمة الله هناك قبل أن يصل دورك تقف متوترا تحصي من الذنوب ما عصيت ومن الخيرات ما فعلت وترجو أن تكون من الفائزين الناجين وبحسبتك البسيطة وقتها تكتشف أن حسناتك ليست بتلك الكفرة فتصاب بالحزن والخوف وتتمنى لو أن لديك حسنات أكثر لتطمئن وفجأة تنظر فتجد جبالا عظيمة من الحسنات في ميزانك لم تعلم عنها ولم تحصيها فتسأل مسرعا من أين جاءت وكيف أصبحت في ميزانك فيقال لك هذا من علم شاركته فشاهده غيرك فتغير وشاهده آخر فدعا لك فدخلت الجنة حينها بإذن الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وهذا ما تفعله أنت الآن يا من تشاهدني دون أن تعلم لمشاهدتك ومشاركتك لكل ما يدعو إلى الهدى بإذن الله فدائما شارك في الخير وادعو الناس إليه لذلك لا بد أن أقول شكرا لمشاهدتك شكرا لوجودك معنا في هذه العائلة قلتها قبل سنين نحن لسنا بالكثرة بل بالفكر الجميل الذي تحملونه ووالله صدقت وها نحن اليوم بفضل الله وصلت عائلتنا إلى ثلاثة ملايين أخ وأخت فاطلة ولا تعلمون مقدار فخري بكم وسعادة لوجودكم فإذا كنت أريد أن أهديك شيئا في هذه المناسبة السعيدة أو تهديني فلابد أن يكون شيئا يحسب لنا جبالا من الحسنات وما لا ينفع مال ولا بنون لذلك أطلقنا الكتاب الأول لنا تحت عنوان من زاوية مختلفة تعرفون لطالما كان النظر للأشياء من زوايا عدة يجعلها أوضح للناظر إليها وكذلك بالنسبة للحياة فكلما تمعنت بها من زوايا مختلفة أصبحت أوضحة وأسهل كي تنجح فيها وقد لخصت في هذا الكتاب كل المواقف الحياتية التي لا بد أن ننظر لها من زوايا عدة وقد ذكرت فيها بعض القصص الواقعية والتجارب الحياتية الخاصة التي تركت أثرا في نفسي وأحببت أن أنقلها إليك كانت سنة ونصف منتعة جدا في كتابت وفي كل حرف خطيته به وفي كل موقف استذكرته فأضفته وفي كل بحث وآية وحديث ثمعنت به ونقلته لأخرج لك بصفة الصفوة التي تليق بعقلياتك السوية المفكرة وكم أحب أكثر أن تقرأ هذا الكتاب وكم أحب أكثر أن أجد في مكتبتك سواء الرقمية أو الورقية وقد تعمت أن أكتب بأسلوب مبسط خفيف قصصي حتى يسهل على الجميع قراءته وفهمه فإذا تود اقتناء هذا الكتاب وضعت لك في الوصف رابط من خلاله تقوم بإخبارهم بالبلد الذي تقيم به وعليه إن شاء الله يقومون بشحنه لك وأن تضب فارغ الصبر قراءتكم له وآرائكم عليه وعلى كتابتي وتمتم في أمود الله